أشهر وصفة في العالم أو خلينا نقول هنا أول وصفة في تاريخ البشرية أكيد عرفتها طبعا هي الخبزة اليوم رح نسمع حكايتها ونشوف ما بعضنا من أول من دارها في لكل وصفة حكاية خلينا نبدو بالإنسان القديم أو بداية البشرية من حوالي 14 ألف سنة أول من بدأ الإنسان في زراعة الحبوب وكان يصب على جهاز الهطمي تناول الحبوب فكانوا يأخذوا في الحبوبة يبلوها ثم يطحنوها بحجارة وبعدين يضيفوا عليها مية ويخلوها في الحجر حتى تضربها الشمس وبعدها تتكون نوع من العجينة ويتم تناولها أهنا خلينا نقول أن هذه كانت أول بداية الخبزة وأول ظهور الخبز عطر عليه الباحيتون بموقع حجري بشمال الأردن وتبين أنه الأقدم في العالم أو ما يعد حوالي 14 ألف سنة وهذا الاكتشاف دفع العلماء أن البحث علاقة ارتبطت بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة ويؤكد بعض الباحثين أن الخبزة صنعة لأول مرة في وسط آسيا ثم وصل إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق بلاد ما بين النهرين ومصر بفضل وجود علاقات التجارية بين آسيا وأوروبا عن طريق سوريا فاختيار أنواع الحبوب المستخدمة هو ما أدى إلى ظهور العديد من أنواع الخبز المعروفة اليوم وكانت الأقدم الأنواع تصنع من الخبز الشعير أو خلينا نقوله من حبوب الشعير كانت ظروف زراعة الحبوب في حوض النيل كويسة لدرجة أنها كانت في شهر يوليو كانوا يزرع في الحنطة وفي القمح وكانوا يحاولوا فيها لنوع من الدقيق وكانوا يستخدموا فيها في الخبز لحد ما وصلت الأمبراطورية الرومانية عن طريق أفريقيا وظهرت بعض الأدلة الأثرية التي تؤكد أن أعداد الخبز في مصر القديمة أن العجينة المتروكة لوقت على الهواء حتى تتكون نوع من الجراتيم اللي هي معروفة بوقتنا الحالي اللي هي الخميرة أو خلينا نقوله بتفعيل عملية التخمير وهذا العجين كان يصنع من الدقيق الممزوج بين القمح وبين الدقيق الشعير وظهر عديد من الدلائل أن مصر كانت أول من صنع التخمير للخبز ووجدت بعض الأوعية الممتلئة التي كانت من فترة حوالي 3800 قبل الميلاد أنه كان يتركوا في العجينة من حوالي من يوم ليومين حتى يتم عملية التخمير وكانت هذه موجودة في مقبرة بطيبة واتقت في برديات كانوا مسيبين هالفرعينة وهي الخميرة المستخدمة حاليا في تخمير الخبز ويعود تاريخها أثناء العصور الوسطى في القرن السادس ظهرت في مدن الأوروبية الكبيرة مهنة الخباز فلهذا السبب كان الخبازين محترفين جدا في أوروبا وكانوا يعملوا في الأحياء وفي القرى اللي كانت موجودة في أوروبا في عصور الوسطى وكان ممنوع عادة العمل في الليل ولكن تم الأعفاء هذا القوانين على الخبازين وكانوا يشتغلوا في الليل حتى في الصباح الباكر يتم تناول الخبز طازج ومن خلال الحكم الأوروبي كانت في رقابة وجودة على الخبز فكانوا يهتموا بنظافتها كذلك أنها لازم تكون مخمورة كويس وكانت المعايير الجودة عندهم تابتة فكانوا يستخدموا في نوع من الزبدة وأيضا من أنواع من الزيوت حتى يتم الخبز طري ويفضلهم ليوم وليومين بنفس الجودة تم إدخال أثناء هذه الفترة الأفراند والحطب حتى يتم جودة الخبز بنوع كويس وكانوا كل أهل القرية يتم إعداد دقيق يدويا حتى يتم دوزيع عند الخبازين ليصنع به الخبز حتى تم إدخال المطاحن الرياح في عند الحملة الصليبية الأوروبية وكان استخدامها يسهل على الخباز أنه يأخذ دقيق بكل سولة ويصنع به الخبز في القرن الثامن عشر بدأت طرق جديدة في التخمير الذي قامت الطاهية أميليا سيوزيون عام 1796 بنشر وصفات وطرق للطعام الآلي وتستخدم بها كربونات البوتاسيوم ووصفات قائلة أنها حمض غلوي وأن عندما تفعيل هذه الحمضيات ينتج غاز أو ما يشمى بغاز تاني أكسيد الكربون حتى يتم عملية التخمير بسرعة ويمكن اعتبار الكربونات البوتاسيوم كتخميرة كيميائية أو ما يعرف بوقتنا الحالي البكن بودر المحسنات أو خليلا نقوله هي اللي سرعت عملية التخمير من يومين ثلاثة أيام لحوالي ساعة أو ساعتين وهي كان اختراع كويس ولكن تم استغلالها بالغش وكانوا ياخدوا بجودة أقل من نوع من أنواع من الدقيق ويتم الضضاع في الحجم بتاعها وهذا علاش والد الخبزة رديئة بعض الشيء بالعصول اللي كان نشوف فيها حين اليوم وقدت التورة الصناعية ظهور أفضل أنواع المطاحن والآلات اللي تم استخدامها بالخبز وبشكل كبير برغب أن ظهور الآحالات الغش في الخبز كانت موجودة بشكل أساسي بكل الأفران وفي بلاد النامية بدأ يقل استخدام الخبز من خمسينات القرن الماضي ففي العصور الوسطى كانت الخبز نظام غدائي لكل شعوب أوروبا ولكن في القرونة اللي بعدها ولت الخبز نوع من أنواع الدرجة التانية فكانوا عارفوا أنها فيه شوية تغييرات بالكيميات اللي كانت موجودة في الخبزة فاستبدلوها عادة بأنواع التانية من الحبوب زي مثلا الرز استخدام الآلات في أعداد الخبز أيضا تسبب باستخدام الإضافات مثل مضادات الأكسدة أي ما يعرف باسم المحسنات لإعطاء عمر أطول للخبز وبالرغم من انخفاض استخدام الخبز إلا أنه يحتل المركز التاني في لهم الصناعات الغدائية وفي بعض الشعوب ما زاءت الخبز عندهم بشكل أساسي في نظام غدائي زي الشعوب العربية وهذه كانت حكاية الخبز وحكولي في التعليقات هل أنتم استبدلتوا الخبز بأنواع تانية من الحبوب زي الرز وغيرة كان معاكم يهاب بنرجبو هذي كانت حكاية الخبز في لكل وصفة حكاية اشتركوا في القناة شكرا